إلى ذلك أعربت اللجنة الأولمبية البحرينية عن بالغ استنكارها وأسفها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام سفير اللجنة الأولمبية البحرينية سامي الحداد دون وجه حق وذلك خلال قيامه برحلة صيد بحرية مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية وتدعو اللجنة الأولمبية البحرينية السلطات القطرية إلى الإفراج فورا عن المواطن سامي الحداد وعدد من أصحابه الكف عن تلك التجاوزات غير المقبولة والتي تمثل انتهاكا صريحا للمواثيق والقوانين الدولية